محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بألف خير بحق محمد وآل محمد إخواني الأعزاء نحن نتكلم قضية العيد وقضية شهر رمضان نحن باشر إن شاء الله عيد واليوم إن شاء الله واليوم هو آخر يوم من أيام شهر رمضان وإن شاء الله سيكون هو أول يوم من شهر شوال إخواني الأعزاء أحبابي إحنا تعلمنا في شهر رمضان إنه نبتعد عن المحرمات عن كل شيء عن المفطرات وعن المحرمات لا ننظر بوجه النساء لا نكتاب لا نأكل الحرام لا نقذب لا 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 كل ندني إحنا ما عملناها في شهر رمضان بالإضافة إنه إحنا ابتعدنا عن المأكل والمشرف تشوف حتى يعني كان منوقف ينبقال كذا نأخذ عن بايا نأخذ ندرشينهم يعني تشوف يخليها بحلقة ليش لأنه دائما متكرر هذا الأكل والمشرف لكن في شهر رمضان ابتعد عن ذني ليش لأنه أدى بنفسه بأدب رمضان يعني الرمضان أدى بالنفس تشوفه بعد فشهرين ثلاثة وراها ما يأكل ويشرب ليش لأنه ظل عنده طابع شهر رمضان إحنا نريد أن يدعى الشهر ذني الأخيرات يكونين شهر أشهر متممة الحياة نسنة كاملة إحنا نسيطر عن نفسنا لا نأكل بالشارع لا نأخذ غيبة لا نقذب لا نزني لا نشرب الخمر لا 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 كثير من الأمور مستمرين بصلاتنا لأنه الصلاة بشهر رمضان استمرانيا صلاة الصبع صلاة العيل صلاة الضغورة المغرب تشوفه مستمرين يعني بأوقاته وصلاة بأوقاته تدخل صاحبها الجنة بالإضافة أنه إلى ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه محبة علي بن أبي طالب حتى لو كانت في قلبك يعني خفي يعني أخوتنا اللي موجودين هناك بعض منهم يكون خفي في حب علي بن أبي طالب بالإضافة إلى الصلاة يلتزم بها بعض الله قضية ثانية وهي قضية أنه هذا العيد اللي يزعلانه واحد اللي يزعلانه أجاره ودعتكم ترى الدنيا ما تسوي ترى أيام معدودة وخلصانة يعني إحنا داخل يوم كنا أطفالها اليوم صارت لحالة نذيض بعد أيام تشوف الصير أنه بيضاء طلقة يعني مثل هذه الدجداشة وبعتها لها هاي إذا ما القبر هاي الأيام أخذانه متاهات الدنيا لا نعلم ما هي متاهات الدنيا اللي الله سبحانه وتعالى ضامها لكن أخواني في هذه الأيام عليكم أنكم أنتم تسامحون مع جيرانكم مع أخوتكم مع أصدقائكم اللي يزعلان الأخة وأخوها تحاول تراضي أو يراضيها الأبوي أبوي أم الأم والأب ما ظنية واحد يزعل إلا سبحان الله يعني أتمنى أن تكون في هذا اليوم أمي حتى أنه يعني أبوس إديها ورجليها وأقلها أيام تسعيدة وأنا من هذا المكان أيضا أقلها أيام تسعيدة يا أمي ونسأل من الله أنه تكون قبرك روضة من رياضة جنان بحق محمد المحمد أخواني الأعزاء أذن النصائح اللي أطيتكم التزموا بي خصوصا تلتزمون بشهر رمضان مثل ما يعني التزمتم بشهر رمضان التزموا بالأشهر إن شاء الله اللي مقبله حتى يوصل شهر رمضان مرة ثانية أنتم تكونوا الناس غير هاي الناس هذه واحدة بالأضافة أنه الزعل بين الأحباب والأصدقاء والجيران الحق تشيله من قلبك ما تسود ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعمل خير علينا وعليكم وكل عام وأنتم بألف خير خادمكم الشيخ شاسب الصياد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة